أنا بعتبر النهاردة اليومعة هو يوم من الأيام الحزينة جداً في تاريخ مصر ممكن أنا عملت فيديو من حوالي ساعتين ثلاثة أربعة نعيد في أهلنا من فقدناهم في حادث القطارين تصادم القطارين في سهاج بالتحديد في الصوامعة ما بين ضهطة وما بين المراغة ورحمة الله على شهداءنا الذين اتخطوا يمكن حاجز الخمسة وتلاتين وربنا يشفي مصابينا والذين بلغوا ربما إلى ما يقرب من مية خمسة وستين فربنا سبحانه وتعالى يشفي الجميع لسا الأعداد ليست دقيقة وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يرحم موتانا ويسكنهم في جنات النعيم ويكتبهم من الشهداء ويحشرهم مع النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقة ويشفي كل المصابين يا رب العالمين موقف نبيل من الشعب المصري النهاردة لازم أبدأ بي موقف محترم من كل جموع الشعب المصري نهاردة سواء الأندية الرياضية سواء النجوم الكورة نجوم الرياضة المسؤولين عن الرياضة في مصر الكل النهاردة تسابق إلى أن يواسي الشعب المصري ويساند الشعب المصري لا حديث اليوم إلا عن هذا الحادث الحزن دخل كل بيوتنا والحزن خلانا جميعا على قلب رجل واحد لأن زي ما بيقول الأستاذ أسامى نصر كلنا واحد وربنا سبحانه وتعالى يبعد عنا وعنكم كل مكروه وسوء ويبعد عننا وعنكم شر الشر ويبعد عننا وعنكم شر الحوادث وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن ويحرص هذا الوطن ويحرص أهلنا في الصعيد ويحرص أهلنا في كل مكان في كل محافظات مصر ويبعد عنكم كل مكروه وسوء يا رب العالمين السؤال بعد الدعاء والحزن إلى متى سيظل هذا الإهمال إزاي يعني أقر ييجي مندفع ويضرب أقر من الخلف ويكون هذا المشهد العبسي الحزين يعني إلا بد في المواقف أن يكون هناك كلمة معبرة عن الغلابة ومعبرة عن الفقراء ومعبرة عن المهتاجين النهاردة أيوة في تحرك لابد أن نشكره من الدولة تحرك كبير حصل وامتادات وصلت للمستشفيات سواء مستشفى طهطة أو مستشفى المراغة أو مستشفيات سهاج أمر بها الرئيس مباشرة تلت تلاف وشوية كيز دم بالإضافة إلى كياس البلزمة سد النقص والعجز داخل المستشفيات في سهاج بسرعة كبيرة إعطاء تعليمات للمحافظات المجاورة إنا وأسيوه بالالتحام مع محافظة سهاج للوقوف بجوار المحافظة في هذا الموقف الأليم العصيب كل الحاجات دي وكل القرارات دي لابد أن نذكرها ونشكرها ولكن إلى متى سيظل هذا الإهمال إلى متى كلما أوشكنا أن ننسى حادثة تحدث لنا في الصعيد ولأهالينا في الصعيد أنا من المراغة من سهاج والناس الضحايا فيهم كثير من المراغة وخوالي من طحطة وأولاد عمي من سهاج كلنا النهاردة ضحايا هذا الحادث الأليم النهاردة أبناء محافظة السهاج الغلابة اللي رايح الجيش بتاعه واللي رايح الكتيبة بتاعته واللي رايح يقضي مصلحة واللي رايح يشوف أكل عيشه وسيلة المواصلات الفجيرة قطر الركاب بتاعنا بتاع الصعيد اللي جنته الناس دي لكن كل كام سنة يتحرك لنا قطر أو نتحرك جوه قطر أو يتقالب بنا قطر أو يتقالب علينا قطر أو نموت جوه القطر أو نموت تحت القطر أو يدهسنا عجل القطر إلى متى سنظل في هذه المهزلة وإلى متى سيظل هذا الإهمال الجسيم ومن المسؤول يعني حتى البيان اللي صدر من هيئة السكة الحديد كان بيانا رقيكا وبيانا غير محترما وهنا أسني على السيد النائب العام حمد بيصاو الذي تحرك بنفسه تحرك بنفسه على رأس وفد من المكتب الفني للنائب العام لمعاينة الحادث بنفسه ووصل إلى مكان الحادث ورأى بأم عينيه هذه الكارثة وهذه الفادحة العظيمة وأصدر بيان بعدم إصدار أي بيانات قبل التحقيقات وأصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل لجنة مهمة جدا سلاسية سواء من عضوية بعض من رجال القوات المسلحة الفنية العسكرية وقليات الهندسة المتخصصة وبعض المتخصصين متى نحاسب المسؤول؟ متى تقال حكومة عندما يصطدم قطار أو يحرق قطار أو يموت ناس تحت القطار؟ متى يستقي الوزير؟ أيا كان ما احترامي للسيد الوزير اللواء كامل أو الفريق كامل وزيري وهو يعمل ليلة نهار وله مننا كل الاحترام وكل التقدير ولكن الدم أغلى من المناصب والدم أغلى من المجاملات وأروح أبنائنا وأروح شهدائنا أغلى من أي حد بما فيهم الحكومة بكل وزرائها أهيب بمجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته وأن يتحمل دوره الرقابي وأنه هو يبادر بمحاسبة الحكومة وأن نعرف زي ما قال الرئيس النهاردة لازم نعرف الأسباب ومن المتسبب ولا بد من محاسبة المتسبب ومحاسبة المقصر ما حدش عايز أكتر من عقاب من أزنب حتى لا يأمن الإنسان مرة تانية أنه هو يعمل خطأ ولا يعاقب فتكسر الأخطاء فنفقد السقة بلدنا ونفقد السقة في أني ممكن مخطئ يتحاسف في يوم من الأيام النهاردة أنا بطلع وأنا مريض وللمرة التانية لأن أرواحي اللي راحوا ليست أغلى من روحي على بلدي وأهلي وناسي اللي علمونا وكبرونا علشان يلقونا جنبهم في الأزمات وعلشان يلقونا جنبهم بنتكلم لما يحتاجونه لابد لمجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته أنا كنت بسمع النائب علاء عابد مع الأستاذ أحمد موسى وهو رئيس لجنة النقل والمواصلات الكلام حلو جدا وتمام التمام ولكن إحنا عايزين تنفيذ عايزين حساب ألف طلبات إحاقة وحساب للحكومة خلال 24 ساعة وإن يوم الأحد بإذن الله تعالى سيكون هناك جلسة عامة حول هذا الحادث في مجلس النواب عايزين نشوف عقاب لمرة واحدة الشعب المصري عايز يشوف يا جماعة مرة مقصر بيتحاسب مرة إنسان مسؤول أجرم يعرض للمحاكمة ويحاسب ما ينفحش كده ما ينفحش كده إحنا يدوبك لسه منسناش الحريق بتاع قطر الصعيد لسه منسناش الأطفال اللي ماتوا في قطر الصعيد لسه منسناش حوادث 2011 اللي حصلت في السكة الحديد لسه منسناش الحاجات دي تقول علينا هذه الحادثة الأليمة فتبكينا بدلا من الدموع دما وتجعلنا طوال اليوم وحتى الآن حزانة على ما رأينا مشاهد تبكي ويندى لها الجبين وتخلي الحجر يمطع وتقول هل من معين يا جماعة يا جماعة والله ما ينفع وسط هذه المشاهد الحزينة لم نجد إلا رجولة أهل بلدنا في سهاج في طهطة في المراغة في الصوامعة في كل مكان في محافظ السهاج خرجوا على بقرة أبيهم وملأوا المستشفيات حتى أن مستشفى طهطة منذ ساعة من الآن أعلنت أني ما عندهاش مكان لدم كل الأكياس اتملت وبنك الدم اتملى عن بقرة أبيه وبيشكروا الناس والأهالي بتحضن بعضيها وبالغريب بيلقي عشرين حواليه يقول له تعالى بيت عندي في البيت يعني حتى البيوت فتحوها لكل الناس اللي ملقيش مكان ييجي بات عندي واللي مش لاقي يا جماعة ييجي بيتنا ونادي المراغ الرياضي منذ قليل أعلن أنه هو فتح أكتر من استراحة وفتح القاعات بتاعته وجهزها بسراير مجهزة لاستضافة المغتربين وكذلك الأمر في نادي طهطة وكذلك الأمر في نادي سهاج هذا التلاحم من الصعيدة والرجولة والبيوت اللي تفتحت للغرب ده هو الشيء الجميل اللي بيظهر وسط الحزن وسط الدم وسط الأزمات النهاردة إحنا في أمس الحاجة إلى التكاتف إلى أن نقف يدا إلى يد نبحث عن المقصر ليحاسب ونب جنب بلدنا وأجهزة بلدنا عشان بلدنا ما تتكسرش يا ما عدت عليها مصايب ويا ما عدت عليها مآسي ولكن بالقوة ربنا بيمنحنا العافية وبنقوم من الأزمة أقوى مما كنا عليها إحنا لسنا بمحض إن إحنا نهاجم مسؤول ولا نقول مش عارف إيه ولكن عايزين نحاسب المقصر عايزين نعرف مين السبب إزاي أطر يضرب في أطر إزاي يعني إحنا أعتقد إن تصنيفنا يعني يأتي إما لقبل الهند لبعد الهند وإن كانت الهند سبقتنا بكثير كيف لنا أن يحدث هذا الهراء في سنة 2021 النهاردة أنا بكلمك مشاكل سوئين القطرات بعتلي بيقولولي لحضرتك لو تكلمت أرجوك اتقل لا فينا سواجين القطرات لأنه عالقوا علينا الاتهامات إحنا بناخد 2400 جنيه في الشهر وما بننامش ما بننامش و3000 جنيه و3000 ونص أقصى آجة واليوم اللي بننام وبيتشل مننا الحوافز وبنشتغل 24 ساعة عندك مشاكل كبيرة وعندك مشاكل عويصة ليست بتغيير العربيات ولا بتغيير الأسطول ولا بتغيير الحديد ولا بتغيير الأخشاب ولا بتغيير المعدات ولا الحطان ولا الدهانات ولا تغيير المحطات وإنما تغيير الفكر تغيير المضمون تغيير المعطيات كلها السكة الحديد دي بتحت الغلابة هيروحوا فين هيركبوا ايه قطر الصعيد في العيد حرق وخد لما قال يا بس ودلوقت الناس لسه بتنسى وبتحاول تنسى مقاسي السكة العديد ومقاسي القطرات هكذا تقول علينا يوم ستة وعشرين تلاتة عشرين واحد وعشرين يوم الجمعة حادثة أليمة حادثة ضحايا جديدة قطارين يضربوا ببعض عند الصوامعة ما بين طحطة وما بين المراغة تبع محافظ السهاج جمعة حزينة ستة وعشرين تلاتة الفين واحد وعشرين الموافق اتناشر من شهر شعبان الف ربعمية اتنين واربعين النهاردة يوم حزين كل الناس بتبكي وكل الناس حزينة وكل الناس مستاءة وما فيش كلام تنفع تتكلم فيه ولا حاجة ينفع تقولها ولا أي شيء تنفع تقوله قلتطع أفطفط معاكم ودردش معاكم ونقف جنب أهلينا وجنب بلدنا في محنتها احنا في محنة كبيرة احنا في محنة كبيرة جدا ما ينفعش فيها مهما كنت تعبان اننا ما اطلحش واتكلم وافقم ببلدي وافقم بأهلي وافقم بالصعيد الرجال الجدعان اللي طلعوا تبرعوا بالدم وعندهم استعداد كانوا يتبرعوا بكل ما يملكوا علشان خاطر هذا الموقف يعدي على خير يعني حتى أهل الرياضة يعني أنا أعمل كأب تليفونات وأفتح لكم تليفونات اللي عايز يتكلم والله العظيم اللي بيقول لي راتب السواء عشر تلاف جنية واحد بقيت لي اهو وانت بتكلمني بيقول لي تلات تلاف وربعمل جنية والأجازة بتتشال منها الحوافز اهو سواء بقيت لي وانا بتكلم معاك منظومة السكة الحديد ماتت من خمسين سنة والناس اللي شغالة دي يا أشباح منظومة السكة الحديد انتهت منظومة السكة الحديد أنا أرى أن هذا المرفق إما أن يغلق حتى يتم إصلاحه ويعود من جديد وإما أن يتوقف نهائيا لكن أن يظل يحصد أرواحنا وأرواح أهلينا بهذا الشكل العبسي فهذا لا يجوز وهذا أبدا لا يستقيم أبدا والله أبدا لا يستقيم الأمور تحتاج إلى وقفة خليني بس إيه يعني أنا استوقفني الموقف بتاع الشعب المصري كله والأندية المصرية والرياضيين والنجوم وقل للناس النهاردة لا حديث لا حديث إلا عن هذا الحادث لا حديث إلا عن هذا الحادث ولكن خليني بس إيه أروح معاكم لحاجة مهمة البيانات اللي طلعت أعجبني جدا البيانة اللي طلع من النادي الأهلي والبيانة اللي طلع من نادي الزمالك وده تحرك سريع جدا وتحرك محموم جدا وأنا بشكر إدارة النادي الأهلي وبشكر إدارة نادي الزمالك على التحرك السريع وإصدار بيانات يواسوا فيها أهلهم في الصعيد ويقفوا فيها بجوار الدولة المصرية فأنا بشكر مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب وبشكر مجلس إدارة اللوعمد عبد العزيزيز سواء في النادي الأهلي أو في النادي الزمالك